اشتركوا في القناة الزمالك القيد الافريقي الفرق المشارقة في بطولات افريقيا اذا كان دوري الارطال فعلا او الكونفدرالية تساؤلات كتير الاهلي بيطرح على مائدة اتحاد الكرة مصر ارى الان اتحاد الكرة لا مجيب يمكن ان اتحاد الكرة يمكن ان اتحاد الكرة من فترة يمكن ان اتحاد الاسبوع 10 ايام كان في اخر تصريح رسمي الى وسائل اعلام طبعا قالوا مهندس احمد مجاد انها يكون في اعلان الجدول غدا غدا طول كتير ورمضان خلص ودخلنا في العيد والعيد خلاص بيخلص والى الان اتحاد الكرة مردش على احد خالص يمكن نادي الاهلي من خلفي من الخامسة والنصف مساء في اجتماع في قاعة الراحل الكبير طبعا المرحوم الكابتن صالح سليم اجتماع مجلس الادارة مستمر من الخامسة والنصف يمكن الساعة 8 وربع الان الى الان لسه الاجتماع ما انتهاش يمكن الساعة سامنة الا ربع كان فيه راحة حوالي ربع ساعة كدهوة خرجت الاعضاء اللي صلى واللي يمكن شرب حاجة ورجع تاني فيه نقاط من الساعة السامنة يمكن بقالهم ربع ساعة تاني منعقدين بعد الرحل استمرت حوالي ربع ساعة الى الان مفيش اي قرارات خرجت من قاعة مجلس الادارة ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي انه يكون فيه قرارات ان النادي الاهلي عارف بيدير النادي ازاي عارف بيدير المسابقة اللي بشترك فيها ازاي النادي الاهلي بشيسكت على اي اهضار ممكن حد يفكر انه ممكن يجب جمب حق من حقوقه النادي الاهلي كل الحاجات اللي بعثها الاتحاد الكرة يمكن كلها حق مشروع مش الاهلي بس اللي مفروض يتكلم فيها قولي يا محمد كامل كنت أسألك الاجتماع زي ما أنت ذكرت بدأ في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم أكيد فيه الدعوة بالتأكيد للشؤون القانونية لموقف للنادي خلال الساعات القادمة المذكرة التي أرسلت لاتحاد كرة القدم وإنت كنت حاضر للمؤتمر الصحفي اللي عقده أحمد مجاهد المتحدث الرسمي وعضو التحاد كرة القدم وذكر في هذا المؤتمر حلين غدا سيتم إعلان التصور النهائي لجدول الدوري الكلام ده من حوالي أسبوع والتصور الثاني إقامة باقي المباريات بدون الدوليين إنت كنت حاضر هذا المؤتمر الصحفي من حوالي أسبوع في التحاد كرة القدم في كواليس هذا المؤتمر عندما تحدى أحمد مجاهد خلال هذا الأسبوع هل كان عندك معلومات بخصوص هذا الموضوع لتأخر التحاد الكرة في هذا الموضوع نهاية داخل النادي الآلي إذا كان بالتأكيد وجود لناس مسؤولة قانونيا عن هذا الأمر خلال الساعات القادمة موسى محمد انتحاد الكورة فعلاً كان هناك يصدر قرار تاني يوم بإعلان جدول متعدل في باقي المباريات وبشكلامي ده كلام نائب رئيس الانتحاد الإعلام الكبير طبعاً الكابتن أحمد شوبير وقال إن فيه بكرة هيكون فيه جدول عامر حسين خلاص يمكننا وضع تصور وبكرة هيكون منشور فيه وسائل الإعلام كلها إيه اللي حدث معرفش أنا فجأت بعدها بيومين من التصرحات من الإعلام الكبير طبعاً الكابتن أحمد شوبير إن اتحاد الكورة تراجع في تصور هذا الجدول وتراجع وإن هيكون الفترة مقبلة النظام الأقل قديم المرسول الأندية طيب إنت اتحاد الكورة بعدت للنادي الأهلي قلت له تأجيل مباراة المقامة أولين هيلعب إمتى؟ ما قالش اتحاد الكورة فيه تخبط وده مش كلامي ده كلام نائب رئيس الاتحاد الكورة إن فيه تخبط فيه قراراته وفيه ناس بتقول قرارات أو بيجتمعوا بيقولوا قرارات وبيرجعوا يغيروها وبرضه هرجعوا فقرك بتصريح مثلاً الكابتن محمد عودة مدير الفني البتروجيت قالك تقابلنا مع نائب رئيس الاتحاد المصري وقال إن هيكون فيه المباريات كلها فيه توقيت واحد وبعد ما اتفقوا لقوا الكلام تاني يوم اتغير خالص وان بيتروجيت بيلعب مباراة غير الاتفاق فزي ما قلت لك اتحاد الكورة كل يوم فيه جديد يعني اتحاد الكورة منذ قليل صربة إن فيه مباراة يوم 22 ويوم 25 ويوم 29 كلها تسريبات إلى الآن لا يوجد شيء رسمي بهذا الكلام صربة أن جدوى الدوري أو بدات الدوري الموسم الجديد يوم 17-9 إلى الآن لا يوجد حاجة رسمية من مقر النادي الآلي بالجزيرة بشكرك عشان نضيق الوقت بتأكيد النهاردة في حلقات مستمرة لو متابعت هذا الموقف داخل النادي الآلي كان بشكرك على